ترجمة نانسي قنقر قطاع الشباب ورياضة يشهد نقلة نوعية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حيث يدخل هذا القطاع ضمن مشروع جلالته الاصلاحي كما اكد سموه على ان القيادة الرشيدة تولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب ورياضة من اجل الوصول لاعلى المراتب على المستوى العالمي منويهن سموه الى ان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية يسعى لترجمة رؤى القيادة الرشيدة من خلال الخطط والبرامج التي يقدمها المجلس الاعلى للشباب ورياضة وما تنفذه اللجنة الاولمبية البحرينية ووزارة شؤون الشباب ورياضة وعرب سموه عن ثقته العالية بقدرة فريق سموه لفنون القتال المختلطة على تحقيق مراكز متقدمة في البطولة مشيرا الى انها فرصة للمقاتلين لاثبات قدراتهم خاصة وان اعضاء الفريق كثفوا استعداداتهم في الفترة الاخيرة من اجل الوصول الى جهزية مثالية تمكنهم من بلوغ منصة التتويج ورفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل العالمي العزيمة والاسراء التحدي والمثابرة هو عنوان مقاتلين فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء والذي انهى استعداداته للمشاركة في بطولة اوروبا الاولى المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء فالجاهزية المثالية تتطلب روحا قتالية والروح القتالية تأتي بعد الاستعدادات القوية اعتقد ان فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة هو بداية موفق لمملكة البحرين في الظهور العالمي المميز كما ان سمو الشيخ خالد وفار كافة الامكانيات للنهوض بهذا الفريق والله استعدادات كلها جيدة كانت استعدادة طبعا في البحرين كنا على معسكة ثلاثة شهور لحد الآن مع المدربين واللاعبين جاهزين ان شاء الله عندنا لاعب واحد عبدالله من فريدي مرض اول ما وصل هنا بس ان شاء الله راح يكون جاهز حق البطولة هي المشاركة الثانية الخارجية للفريق بعد بطولة العالم في لاس فيغاس لذا فان الاستعدادات اصبحت اسهل وقد استعد الفريق قبل عدة اشهر لهذه البطولة فقد انهى فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهوى كافة التحضيرات الفنية والذهنية والبدنية من اجل خوض غمار المنافسات بعد برنامج تدريبي مكثف من قبل الجهاز الفني والذي تضمن تمارين لرفع اللياقة البدنية وتدريبات خاصة بفنون القتال المختلطة بالاضافة الى البرنامج الخاص بالتغذية لانقاص الوزن اولا شكر خاصة سمو الشيخ خابن حمد لدعم الفريق الامامة والتكوين الفريق والحمد لله الامور طيبة طبعا المشاركات من عقوب لاس فيغاس هاي مشاركة ثانية للفريق في اوروبا وطبعا الاولى من نوعها للهوى واصل الله التوفيق ان شاء الله لكل مشاركين ان شاء الله الحمد لله احنا جاهزين صالحنا فترة نتمرن فيها يعني اكثر من ثلاث شهور بس الفترة نركزنا فيها كان ثلاث شهور يعني من اول ثلاث احنا نبدأين نتمرن اللي هو من شهر ثلاثة كون اللي هذا اليوم احنا ما وقفنا عن الشي كان نتمرن والحمد لله اللي جاهزين باتر ان شاء الله الوزن اول شي بغيت اشكر سمو الشيخ خالد عن الجهود والدعم حق الفريق وحرصة على ان حصل احسن التدريبات ونشارك في احسن البطولات والحمد لله التمارين كانت جيدة وتقريبا عد من ثلاثة الى اربعة شهر حق هذه البطولة خصوصا اقرب بطولة فيغاس الورد شامبينشيب الحمد لله تعلمنا من الاغلاط وتطورنا من نفسنا وان شاء الله الياي احسن كثفنا التمارين مع الفريق كي ايش كي وطبعا من دعم السمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لنا ومع المدربين المدرب ايل دار ورينالد ورضا من فاردي الحمد لله يعني قمنا بكل التمارين والحين عييني نشايك نفسنا في البطولة ان شاء الله نطلع مركز الاول ونرفع رأس البحران مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة الاوروبية فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهوا يعلن جهزيته حازم الشيخ لمركز الاخبار مدينة بيرمينغهام البريطانية